موسيقى 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 تحية طيبة مشاهدين الأكارم وأسعد الله قاتكم بالخير نهل عليكم مشاهدين الكرام متابعي برنامج آفا بحلة جديدة في ربيع الحب ربيع الأنوار نعودكم دائما باستقبال أهم الأخبار والتقارير وجميع المراسيم في بلدانكم كونوا مراسلين لنا في كل ما يدور حولكم مشاهدين الأعزاء أبرز ما تحمله حلقة هذا الأسبوع حفل تأبيني لأربعينية فقيد الأمة الإسلامية الدائية الشيخ عبد الرحمن باعباد عليه رحمة الله وإنعقاد ندوة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الأزمات استمرار احتفالات العالم الإسلامي بشهر ربيع الأنوار وسنتعرف من نافذة الصحافة كيف يحتفل المسلمون حول العالم للمولد النبوي الشريف أهلا بكم عقد في مدينة المكلة حاضرة محافظة حضر موت باليمن الحفل التأبيني لأربعينية فقيد العالم العربي والإسلامي الداعي إلى الله الشيخ عبد الرحمن باعباد بحضور جمع كبير من الشخصيات الرسمية والأكاديمية والعلماء وطلاب العلم الحفل الذي عقد تكريما لجهود الشيخ الراحل وأدواره الدعوية والوسطية والوطنية خلال حياته وتضمن الحفل كلمات للسلطة المحلية والعلماء وكذلك منظمات المجتمع المدني وعلقيت عدد من المراثي والأشعار التي تحدثت مجملها عن فقدان الوطن لهذه الشخصية الدعوية والاجتماعية على كافة المستويات وفي نهاية الحفل التأبيني تم إهداء الدرع المحافظة لأسرة الفقيد عرفانا له ولدوره في خدمة قضايا المحافظة مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده مراسل البرنامج للمكلة حمزابا محفوظ يا منصب ها قد رحلت مبكرا وتركت بعدك منتهى الأمجاد من للمعاهد بعد موتك سيدي يبكيك منها معهد الإسعاد ومجالس للصلح تبكي من لها بعد الشجاع الشهمي باعبادي في يوم اجتمعت فيه مرارة الحزن مع الصمت وألم الفقد وفداحة الخسارة أحيت مؤسسة الوسط للتنمية ومؤتمر حضر موت الجامع احتفالية بنية للفقيد الراحل الشيخ عبد الرحمن باعباد الكل كان حاضرا هنا السلطة المحلية والشيوخ والعلماء وموظفو الدولة والمسؤولين والشخصيات الاجتماعية والدينية وجمع من محبي الشيخ الراحل في الحفل ألقيت عددا من الكلمات التأبينية التي تندب رحيل الشيخ عبد الرحمن وتشيد بمناغبه وجهوده التي قام بها خلال سنوات حياته الخمسة والأربعين كداعية ومرشد إسلامي ومصلح اجتماعي تميز بحرصه الشديد على لم شمل الشعوب والسعي في خدمة بلده وأمته المكلومة في مستهل الحفل الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم ألقى الشيخ العلامة ياسر باعباد كلمة الدعاء تحدث فيها عن مآثر الفقيد مشيدا بخصاله ومواقفه الشجاعة والأثر الذي تركه وراءه من مكارم الأخلاق والخصال الحميدة كما تخلل الحفل التأبيني كلمة أسرة الفقيد ألقاها شقيق الفقيد الشيخ معروف باعباد مبينا الفراغ الكبير الذي خلفه الشيخ عبد الرحمن وتطرق إلى جوانب من حياة شقيقه الراحل وسر اجتماع قلوب الناس عليه ومحبتهم له ونظرا للدور الريادي الذي لعبه الفقيد في خدمة بلده على المستوى الدعوي والوطني في تثبيت دعائهم الأمن والاستقرار ونبذي ظواهر العنف فقد أشاد الأخ محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج السالمين البحسني بالدور البارز والشجاع الذي بذله الفقيد في خدمة حضرموت ثم توالت كلمة المشائخ والأعيان والوجهاء فقد ألقى الشيخ محمد البسيري الشيخصية الاجتماعية والقبلية كلمة تحدث فيها عن أدوار الفقيد الراحل الشيخ عبد الرحمن بعباد ودوره في حل الخصومات بين الناس وحرصه على جمع الكلمة وتوحيدها مؤسسة الوسط للتنمية التي أسسها الشيخ الفقيد كان لها حضورا لافتا في الحفل حيث ألقى مديرها التنفيذي الأستاذ عبدالله شيخان الحبشي كلمة استعرض فيها لمحة موجزة عن المؤسسة منذ تأسيسها والأعمال التي نفذتها تحت إشراف الفقيد ونظره وتخلى للحفل استعراض تقريرا مصورا يستعرض فيه مراحل الفقيد منذ نشأته وطلبه للعلم الشريف على أياد مشائخه وثباته في دور بالدعوة إلى الله مستعرضا التقرير أيضا عددا من الأعمال الخيرية والدعوية والكيانات التعليمية والمجتمعية التي أسسها أو ساهم في تأسيسها وفي ختام الحفل عبر الحاضرون عن مشاعرهم الجياشة لفقد تلك الهامة الكبيرة التي تركت مآثرها الخالدة ماثلة أمام العموم والخصوص أن هذه الصفات التي سمعناها للفقيد ينبغي أن تكون في ذهن كل حاضر وفي ذهن كل سامع أو راء لهذه الفعالية صفات تكتب بما الذهب في صفحات القلوب فينبغي للناس جميعا أن يقتدوا بها وأن يكون هذه الشخصية العظيمة مثالا لكل من يريد صلاح دينه وصلاح دنياه أشك أن هذا الشخصية والشيخ عبد الرحمن هو يعني الكثير في هذه المنطقة وهذا الوادي المبارك وساحله المبارك لما له من جهود لما له من آثار طيبة وهكذا الإنسان يذكر بما عمل من أعمال طيبة وما خدم وما قدم والإنسان هو الذي يفكر في مستقبله الأبدي السرمدي حيث أنه يغرس في هذه الدنيا بذور يجني ثمراتها في يوم القيامة وما بعد ذلك فيما أعده الله للمتقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفه علينا وعلى المسلمين بخلف صالح وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقتدون بآثار الصالحين والدعاها العلماء الحمد لله كنا صباح هذا اليوم في الحفل التأبيني لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بعباد رحمه الله تعالى برعاية وحضور معالي محافظة المحافظة ونخبة من الأئمة ومن العلماء ومن الوجهة ومن الوكلة ومن دراء العموم من الشخصيات الاجتماعية كانت مشاعر مفعمة بالولاء بالحب بالتأثر لوفاة هذا العلم الحضرمي رحمه الله تعالى مع ذكر منقبه وآثاره وما قام به من مجزات من مؤسسات من أعمال من مراكز دعوية وعلمية ومؤسسة الوسط للتنمية شرفت هذا اليوم مع مؤتمر حضرموت الجامع بتنظيم هذه الفعالية وحضية الفعالية بإعجاب وكل الحاضرين الحقيقة أن اليوم هذا مع الحضور الكبير والحجد الواضع من محبي الشيخ ومن السلطة المحلية ومن أيضا مؤسسات الرسمية تمت بينه والحمد لله كانت بين يليقبه في مقامه وما قدمه من جهود واسعة في إطار العمل الدعوي وفي إطار العمل الخيري في إطار محافظة حضرموت ولطن بشكل عام هذا التابين هو قليل في حق فقيدنا وشيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الله بعباد والحمد لله على نجاح هذه الفعالية ونجاح تنظيم هذه الفعالية وما هو إلا جزء من همته فقيدنا وجزء من رد الجميل علينا وعلى جميع أفراد المجتمع وأفراد المؤسسة وجميع أفراد حضرموت ونسأل الله أن يتقبل ذلك ويجعله في ميزان حسنات الجميع والناس افتقدوا الشيخ عبد الرحمن رجلا واحد افتقدت أنا في جماعة من الرجال فهو جاري وصهري وأخي وابن خالي وشيخي والله الذي لا إله إلا هو لم يعرف الشيخ عبد الرحمن أحدا كما عرفته أنا رجل صاحب فكر صاحب عقل صاحب قلب صاحب توجه إلهي صاحب غيرة على وطنه على أبن وطنه على شباب مجتمعه على بلده اليوم هو اليوم الذي نعتز به بتأبين الشيخنا بدوره الفعال وبدوره الذي أداه من قدمة المجتمع والدين كداعية موفق في ذلك ونحن فعلا فقدناه بلد الوطن كله فقد الشيخ عبد الرحمن الشخصية المثالية التي تتحلى بمكارم الأخلاق هذه الجموع التي اجتمعت اليوم لتأبين شيخ الراحل عبد الرحمن باعباد رحل شيخ عبد الرحمن باعباد عن الحياة لكنه بقي حيا في قلوب أتباعه ومحبه داعية إسلاميا ومصلحا اجتماعيا من طراز فريد قل أن يتكرر حمزة عوض لقناة الإرث النبوي المكلة تحت شعار هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخرج للأمة من أزماتها نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضر موت باليمن ندوى بعنوان منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في إدارة الأزمات وتكمن أهمية عقد مثل هذه الندوات في بيان كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات التي تمر بالمسلم وذلك بحضور عدد من العلماء والدعاء والشخصيات الاجتماعية والدينية والرسمية وافتتحت الندوى بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمات ترحبية وكلمة توتيهية أخرى حول التعامل مع الأزمات ألقاها فضيلة العلامة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ وفضع مدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ومن ثم إلقاء بعض الموشحات الدينية وتخللت الندوى إلقاء عدد من المحاور الرئيسية ومنها المحور الأول أزمة القيم والأخلاق للدكتور عبد الله بن محمد بن جهاب المحور الثاني يتحدث حول دلني على السوق تقيم الوضع الغذائي وإمكانية الحصول عليه وكذلك القدرة على شرائه للداعية الأستاذ عمر سالم الرائي وكان المحور الثالث بعنوان بث روح التفاؤل والأمل وكان للدكتور أنور رمضان مساعد واختتمت الندوى بجملة من النقاشات والمداخلات من الحاضرين عند الاتصال بهذا الهدي النبوي يكون استخدام مختلف الوسائل ومختلف الأساليب أنجح وأنجع وأنفع وأرفع لأنه يمتزج فيها المادة مع الروح يمتزج فيها الظاهر مع الباطن يمتزج فيها حركة الأرض مع عناية السماء بذلك كله يكون النجاح فيها بمجال أوسع ودرجة أرفع لأجل هذا نؤكد أن كثير من عجزنا وفشلنا في حل زمات سببه الرئيس انقطاعه عن الهدي النبوي انقطاعه عن جيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم الندوة تمتلك همية كبيرة وأنتم سمعتم ما قيل في افتاحيتها وفيها من المواد وفيها من العلماء والحضور العلمي الكبير ما يجعلنا أن نكون متواجدين ولذلك أنا وجهت بأن تكون مواد هذه الندوة في متناول السلطة المحلية وقيادات العسكرية والأمنية لكي يستفيدوا منها ويبنوا عليها وسيكون نجاح حليف هذه الندوة بإذن الله وضعنا هذه الخطة ونفذناها وهي مؤخرة من فصل الأول طبعا نفذناها في الوقت الحالي تعالج مواضيع مهمة فكانت هي دايدا في بالنا كيف نشارك المجتمع في الهموم التي عيشها المجتمع ونكون نقترب منه نجعل من علماءنا ودعاتنا والمنبر تحديدا كيف يقترب من الناس نحن نسمع خطب منبرية كثيرة بس كلهم في فلكه طيب معاناة الناس هذه كيف نقترب منها وربما حتى كان من ضمن مخرجات هذه وتوصيات هذا اللقاء أنه نحقر ولو حتى بخطبة واحدة في الشهر تكون مثلا معممة على الكل تطرق مثل هذه المواضيع التي نتكلم عنها حتى يخرج المستمع في المسجد ويستمع المستمع أيضا في خطبة اليمعاء يخرج بفائدة تعود عليه بالنفع اليوم لعليكم تابعتم هذه المحاور شفتم كيف يعني عمق اختيارها وكيف كان طرح المختارين فيها أيضا وهم أيضا من مشارب مختلفة وتوجهات مختلفة أخترناهم لأجل يوصلوا رسالتهم إلى السلطة إلى المجتمع إلى المستمع إلى غير ذلك حتى يعني نحد من هذه الأزمات التي تمر بالناس في مثل هذه الظروف الصعبة وحلها موجود طبعا لو تقاتف الناس وتعاون مثل ما طرحنا في كلمتنا في الحفل الرسمي أن نحن بحاجة لمثل هذا اللقاء الذي يجمع العالم بالمسؤول بالموظف بغيرهم حتى تتكامل وحدة الناس بما بعضهم ويتعاون بما بعضهم في إصالي مثل هذا النفع وإخراج الناس من هذه الأزمات بإعاية رباط المصطفى بالشحر للدراسات الإسلامية وفتتحت غرة ربيع أول سنة 1440 الهجرة مجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأسكى التسليم التي أسسها الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ أبو بكر بن سالم رحمه الله حيث كانت البداية في مسجد المحضار والتي يقصدها الناس وطلبة العلم من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة الجدير بالذكرى عزائي المشاهدين أنه تكاد تكون مدينة الشحر هي المدينة الوحيدة التي تستمر فيها هذه المجالس النبوية طيلت 46 ليلة تباعا ما يعني شهر ونصف شهر من ربيع تنتقل كل ليلة من مسجد إلى آخر وتتنور الأحياء بقراءة سيرة العطرة هذه المجالس التي اعتاد عليها أبناء المنطقة بمثابة دورة علمية يتلقون روادها من خلالها العديد من الدروس في المسائل الفقهية والعقيدة والسيرة وفقها الدعوة والسلوك وغيرها من العلوم بمناسبة مقدم شهر ربيع الأول لهذه السنة سنة 1440 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم نهن أنفسنا ونهم أمة الإسلام في المشارب والمغارب بهذه المناسبة مناسبة ولادة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك الذي اختاره الله لولادة هذا الحبيب وأبرز الله أنواره وانتشرت في الأمة في المشارب والمغارب ونحن في هذه البلدة المباركة بلدة سعاد الشحر تحتفل بهذه المناسبة مشاركة مثل إخوانهم المسلمين والمسلمات في المشارب والمغارب يحتفلون ويفرحون امتثالا لأمر الحق تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا في هذه البلدة بلاد الشحر في بلاد حضرموت اليمن يحتفلون من ليلة أول ليلة في شهر ربيع الأول هذه المجالس النبوية في جميع مساجد الشحر وهذه الاحتفالات من قديم لكن لما جاء مؤسس هذا الرباط الإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن ابن الشيخ ابو بكر بن سالم جمع أهل هذه البلدة في ليالي مباركات أنيسات نويرات ببركة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المنة ونسأل الله لنا ولكم كمال الارتباط به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يربطنا بهذا النبي وبأخلاقه وبسيرته وبسنته ظاهرا وباطنا وببركة إن شاء الله مقدم هذا الشهر المبارك يكون فيه إن شاء الله فرج للمسلمين وغياث للمسلمين ودفع جميع الكروب عن أخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تزامنا مع الميلاد النبوي الشريف شهدت الجاليات الإسلامية في الصين مراسيم احتفال بذكرى مورد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث تخلل مراسيم الاحتفال قراءة السيرة والشمائل النبوية العطرة ومواعد التذكيريات تترجم فضل النبي صلى الله عليه وسلم والنعمة العظيمة للعالمين بعد ذلك يتم تقديم الطعام للحاضرين تشريفا لقدر هذه المناسبة الشريفة وتتبعها العديد من النشاطات المختلفة وإلى جمهورية مصر العربية حيث نظمت مديرية أوقاف القاهرة أولى احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة بحضور عدد من الدعاء والعلماء وطلاب العلم الذين تحدثوا في كلماتهم عن رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم كما تتوالى فعاليات متعددة في مناطق كثيرة ومختلفة في مصر احتفاء بقدوم خير البرية صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام قبل أن نذهب لفاصل قصير دعونا ننوي لحضراتكم بأن تتفاعلوا مع برنامجكم آفاق خلال التوثيق لكل ما يدور حولكم من فعاليات مختلفة تتزامن مع مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم إرسالها لنا عبر العناوين والمنصات التي تظهر في الشاشة أعزائي بعد الفاصل نتابع سويا استمرار حملة فذكروني لصلاة على النبي المختار وأيضا من عالم الصحافة سنتعرف على مساجد البرازيل وهي تحتفل بالمولد النبوي الشريف ابقوا معنا أهلا بكم احتفل رباط الإسعاد للدراسات الإسلامية بمدينة الغرفة بحضر موت اليمن بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك بحضور جمع كبير من الدعاة والعلماء وطلاب العلم من مختلف مدن وقرى وادي حضر موت الاحتفال الذي يعقد سنويا فجر الثامن من ربيع الأول وتقرى فيه القصائد وأيضا الشمائل المحمدية والمدائح والوعظ والإرشاد من الدعاة والعلماء وتحدث المتكلمون في المجلس عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وسر الارتباط للأمة به وفي سياق كلماتهم ترحموا على روح الفقيد الراحل الشيخ عبد الرحمن باعباد مؤسس رباط الإسعاد للدراسات الإسلامية الذي يشهد هذا الاحتفال وذكر مناقبه وأدواره الدعوية داعينا إلى الاقتداء بسيار هولاء الكبار وما خلفوه من إرث النبوي كبير حلقة خاصة عزيزي المشاهدين في نافذة عالم الصحافة لهذا الأسبوع أيضا تتضمن كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في العالم بصحبة الزميل أيمن تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الكرام في كل مكان وأهلا ومرحبا بكم في لقاء أسبوعي جديد يجمعنا بكم مع عالم الصحافة لنجول معا خلال هذه الدقائق على عدد من الأخبار والموضوعات التي نشرتها مؤخرا الصحف المختلفة والبداية ككل أسبوع مشاهدين مع أخبار الصحف والتي واصلت متابعة آخر الفعاليات التي تشهدها الدول العربية والإسلامية إحياء لذكر المولد النبوي الشريف للحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام فمن جريدة الفجر الإلكترونية المصرية نقرأ كيف يحتفل المسلمون حول العالم بالمولد النبوي الشريف حيث صلتت الصحيفة الأضواء على جانب من الأجواء الدينية التي تسود العالم الإسلامي احتفالا بمولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خلال حرص المسلمين في كل دولة على اتباع مجموعة من الطقوس والعادات التي توارثوها للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للتعبير عن سعادتهم بهذا اليوم المبارك وأشارت الصحيفة مشاهدين أنه في مصر يحرص المصريون على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لمدة قد تمتد لأكثر من أسبوع وذلك من خلال شراء حلوى المولد فيتبادلون أطباقها مع الجيران والأقارب إلى جانب تنظيم حلقات للذكر ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن الكريم وذكرت الصحيفة كذلك مشاهدين أنه من أبرز العادات القديمة في مصر للاحتفال بمولد الهدى شراء عروسة المولد التي تصنع من السكر والتي تعد من أبرز الهداء التي تشتريها الأسر لأبنائها في هذه المناسبة لغرس حب هذا الاحتفال فيهم وأضافت الصحيفة أيضا عن احتفالات الشعبين الجزائري والمغربي بهذه المناسبة الدينية الغالية فتتم من خلال حلقات الذكر في المساجد وتلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني لمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهي العادة التي تتشاركان فيها مع مصر وغيرها من البلدان بالإضافة إلى التميز هذه المناسبة في الجزائر والمغرب بمجموعة من الأطباق الشعبية التقليدية التي تقترن لديهم بهذا اليوم المبارك ومن بين الدول الأخرى التي ذكرت الصحيفة جانبا من احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف الأردن التي تتزين مساجدها بالأنوار الخارجية احتفالا بذكر المولد النبوي وتكثر فيها دروس السيرة النبوية وحلقات الذكر والابتهالات الدينية فيما تعد المشبك أبرز الحلوى التي تقترن لديهم بهذه المناسبة حيث تحرص العائلات هناك على تبادل أطباقها أثناء الزيارات وحيث أن الاحتفاء والفرح بهذه المناسبة العظيمة مشاهدين الكرام مظهر جامع لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تحرص الجاليات المسلمة في الدول خارج العالم الإسلامي على إحياء ذكر المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ومن بين هذه الدول البرازيل في أمريكا الجنوبية ومن ذلك ما نشره الموقع الإلكتروني ميدان الأخبار بعنوان مساجد البرازيل تحتفل بالمولد النبوي الشريف حيث أشار الموقع مشاهدين أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف يحرص المسلمون في البرازيل في كل عام على إحياء هذه المناسبة وفي هذا العام أيضا يقيم اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل عددا من الندوات والمحاضرات التعريفية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين وغير المسلمين للتعريف بالنبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين وتصحيح الصور والمفاهيم الخاطئة لديهم هذا بالإضافة إلى إحياء ليالي شهر الربيع الأول بالدروس والمواعد وكذلك نشر المدائح والأناشيد الدينية للشباب والأطفال وتكثيف الزيارات لأفراد الجالية الإسلامية وعيادة المرضى وكبار السن عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما آخر أخبارنا عبر زاوية أخبار الصحف لهذه الحلقة فمن عالم الطب وآخر الدراسات والاكتشافات في هذا المجال ولكن في سياق ما يكشفه العلم والطب يوما بعد آخر عن جوانب من الإعجاز النبوي لسنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن صحيفة البيان الإماراتية نقرأ المتفائلون أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية حيث كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة إلينوي الأمريكية أن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة إيجابية للمستقبل أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية وجاءت نتائج هذه الدراسة مشاهدين بعد أن قام الباحثون بمراقبة أكثر من أربعة ألاف وتسعمائة شخص يعيشون في الولايات المتحدة حيث تم تقييم صحة القلب والأوعية الدموية للمشاركين باستخدام مقاييس جمعية القلب الأمريكية كضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ومستويات السكر والكوليسترول في الدم ومقدار الغذاء يوميا والنشاط البدني وإدمان التبع ووجدوا أن نقطة إضافية حققها المشاركون في اختبار التفاؤل ارتبطت مع انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية نعم مشاهدي الأعزاء وبالتأمل في سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد التفاؤل من الصفات التي حبى الله تعالى بها نبيه الكريم إذ كان صلى الله عليه وسلم متفائلا في جميع أموره وأحواله بل وحتى في أشد المواقف وأصعبها كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغرس في نفوس أصحابه الكرام رضي الله عنهم التفاؤل والأمل وعدم الياس وحسن الظن بالله تعالى وقبل الختام مشاهدينا نتوقف وإياكم مع إطلالة على شبكات التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر كتابات العلماء والدعاة التي عبروا بها عن فرحتهم واحتفائهم بمناسبة المولد النبوي الشريف والتنويه بجانب من الدروس المستقات من هذه المناسبة الكريمة والبداية مما كتبه العلامة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ في كلمته لشهر ربيع الأول لهذا العام ومن ما جاء فيها ليكون نظرنا في كل ما نفعل وفي كل ما نقول وفي كل ما ننوي ونقصد نظرنا إلى تبعية هذا الإمام المجتبى المصطفى خير الأنام ثم نعمل الفكرة في جميع رغباتنا وأمنياتنا لتكون في حقيقة التبعية منزهة عن الاندفاع بمجرد الطبيعة وعن التأثر بالعوامل الخارجية الأخرى ليحتكم عندنا اتباع السنة بوجه يكون أعمق من حيث الاستحضار ومن حيث الشهود ومن حيث التأمل والتفطن والتعمق في معاني التبعية لخير البرية صلى الله عليه وسلم أيضا مشاهدين كتب الإمام الدكتور علي جمعة ترحيبا بهذه المناسبة قائلا ها هو شهر ربيع الأنور الذي بدت فيه أنوار النبوة وظهرت على العالمين هذا هو ربيع الأول الذي فضله الله سبحانه وتعالى بإرسال النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم فيه واحتفالنا بذكرى مولد النبي المصطفى السيد الأجل صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون بالعمل مع القوم وبالسرور والحضور بالحس وبالروح وينبغي أن نحرك فينا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين هذه المعاني التي تجعلنا كما نفرح بمقدمه السعيد نقف عند حدود حدها لنا ونأتمر بأوامر قد أمرنا بها وننتهي عن نواهية قد نهانا عنها صلى الله عليه وسلم وختم فضيلته بالقول افرحوا برسول الله أحبوا رسول الله علموا أبناءكم حب رسول الله أيضا مشاهدين ومما قاله في هذه المناسبة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إن المولد النبوي الشريف يمثل أعظم إطلالة للرحمة الإلهية على الخلق أجمعين فكانت رحمة الرسول دائرتها واسعة شملت العام والخاص والعدو والصديق والمحسن والمسيء على حد سواء بل من ظن انحصار رحمته في المسلمين خاصة فقد ضيق واسع لأن سعة رحمته كما كانت مع المسلمين فقد كانت أيضا في إقالة عثرات غير المسلمين والصفح عن جفائهم وغلضتهم وذلك وصف مقرر ومعروف من خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم وأما ختام نافذتنا كما عودناكم مشاهدين الكرام في كل حلقة فمع صورة الأسبوع ومن العاصمة التونسية تونس حيث تتزين أشهر شوارعها بنكهة المولد النبوي الشريف من خلال إقامة عروض فلكلورية وخيم تراثية لعرض الصناعات الحرفية والعادات التراثية المرتبطة بهذه المناسبة وبهذا تصل جولتنا وإياكم مشاهدين الكرام لهذه الحلقة إلى تمامها نشكر لكم كرما متابعتكم لنا وإلى الملتقى بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى مع جولة أخرى وأخبار جديدة من عالم الصحافة إلى اللقاء شكرا لك عزيزي أيمن أطلق عدد من المهتمين بالجانب الدعوي وذلك تزامنا مع الذكرى النبوية دعوة للمشاركة في حملة فاذكروني مع قدوم شهر ربيع الأول شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ودعا القائمون على الحملة المشاركة في حملة فاذكروني لإحياء سنة ذكر الله وذلك بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأي صيغة يختارها المشارك ومن ثم إدخال العدد في مربع خاص على الرابط التالي الذي يظهر بالشاشة ويظهر على شاشة قناة الإرث النبوي العداد الخاص بالمشاركات بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهنئ نفسي وأمة الإسلام كلها بقدوم هذا الشهر الأغر الأطهر الأنور شهر ربي عن الأول الذي برز فيه نور خير البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأذكرهم بالحملة التي نجمع فيها صلوات وساتسليمات على سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر في هذا العداد الذي نألفه في السنوات الماضية حتى إذا تم هذا الشهر رفعنا تلك الصلوات هدية إلى جناب سيدنا رسول الله متقربين إلى الله فإن في الصلاة رفعا للهموم والغموم وللبلايا عن هذه الأمة نسأل الله أن يقبلنا وإياكم بمحض فضله هنيئا لنا وإياكم دخول هذا الشهر الكريم مشاهدين الكرام نذهب لفاصل آخر وبعده نكمل ما تبقى من آفاق لهذا الأسبوع لا ترهبوا بعيدا أهلا بكم جديد برنامج آفاق أتاح للجميع المشاركة في البرنامج للتعبير عن الفرح النبوي في ربيع الأنوار في النافذة التالية سنستطلع تهاني وتبريكات المشائخ والعلماء والدعاء للأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف نتابع أبارك لنفسي ولمن معي وللمسلمين جميعا بمقدم شهر ربيع الأول هذا الشهر الكريم الذي ولد فيه صاحب الخلق العظيم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت ساعة ولادته عليه الصلاة والسلام مع شروق الشمس شرقت شمس ذلك النهار فولد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها رسالة لأهل الأرض بأنه مع شروق تلك الشمس لذلك اليوم أشرقت شموس كثيرة أشرقت شمس الهدى والتقى أشرقت شمس البركات والنفحات أشرقت شمس الأنوار والأسرار أشرقت شمس الرحمة العظمى للعالمين جميعا صلى الله تعالى عليه وسلم هذا النبي الذي أكرمنا الله به ومن علينا بأنه أذن لنا بأن نصلي عليه ووعدنا عليها عطاء جزيلا وفيرا مع أن الله تعالى لو أمرنا بالصلاة عليه عمرنا كله مقابل صلاة واحدة منه علينا لكنا في غاية التمنى والتشكر إلا أن ذا الجود والكرم جعل من الصلاة الواحدة منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من ذلك أن تقابله بعشر صلوات منه جل جلاله سبحان الله العظيم هذا النبي الذي جعله الله أمانا لنا في الدنيا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هذا النبي الذي جعله الله أمانا لنا في البرزخ ما تقول في هذا الرجل المبعوث فيكم فإن قلنا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها نبارك المسلمين كلهم بطوائفهم ومذاهبهم ومشاربهم نبارك لكل مسلم في كل بقعة من بقاع الأرض بهذه الذكرى الجميلة بمناسبة مولد النبي الأعظم صلى الله وسلم ومبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من خلال شاشة الإرث النبوي والبرنامج المتميز آفاق والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقدم هذا الشهر الكريم مقدم خير وبركة وفرج وفتح للباب المرتج وإقامة لكل أمر معوج وفي هذه المناسبة استثمرها لنحيي معاني المحبة والفرح فينا فلا يكفي فقط أن نعيش قضية ربيع ثم لا نعيش أفراح الربيع نعيش فرح ربيع بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبترسيخ بعض الأخلاق الفاضلة التي نشعر أننا نفتقد إليها أو نشعر أننا فيها طعفاء ونحتاج إلى تقوية فنستثمر شهر ربيع الفرح بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتقويتها ثم في الختام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفرح بمن يفرح به فقد ذكر الإمام الصالح رحمه الله في كتابه العظيم سبلهدى والرشاد أن رجلا كان يجمع الناس في ربيع على محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأنكر بعض الناس عليه فنام في تلك الليلة ورأى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إني في كل عام أجمع الناس على طعام فرحا بك فهل هذا يرضيك يا رسول الله فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وجهه وقال من فرح بنا فرحنا به فنريد كلنا أن نفرح برسول الله حتى يفرح بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نلقاه على حوضه الشريف وهو فرح بنا نسأل الله من حقيق ذلك بلطف وعافية نهنئ العالم الإسلامي أجمع بمولد الجمال بمولد النور بمولد الهدى مولد فخر الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا الهوى والحب هل تحنوا له أم أنت في أرض الهوى متجلد قلت المحبة للذي نشر الهدى فحبيب قلبي في الحياة محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أعظم مطلوب وأقرب مرغوب لمن يريد أن تفرج عنه الكروب وأن تزول عنه الخطوب وأن تكشف عنه الغموم والهموم بمناسبة ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نقدم التهنئة الخالصة لجميع الأمة الإسلامية عبر قناة الإرث وعبر هذا البرنامج برنامج آفاق في ذكرى المصطفى عليه الصلاة والسلام نهنيهم ونهني أنفسنا بهذه الذكرى العظيمة الغالية التي تستهف إليها قلوب المؤمنين كلهم كل من أحب المصطفى عليه الصلاة والسلام ورضي به نبيا ورسولا وآمن به واتبعه واهتدى به واقتدى به صلى الله عليه وسلم لا شك أن ذكرى الربيع الأول لها أثر عظيم في قلبه وأن مرور شهر الربيع الأول ذكرى ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس حدثا عاديا ويجد المؤمن صادق الإيمان يجد نفسه تلقائيا يهفو لذكره عليه الصلاة والسلام ويفرح ويطرب بكل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام إذا صلي عليه صلى الله عليه وسلم أو ذكرت أخلاقه أو ذكرت شمائله فإنه يهفو لذلك ويطرب لذلك ويفرح بذلك وهذا من ضرورات ولوازم الإيمان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل موسم ذكرى نبينا عليه الصلاة والسلام موسم فرج لجميع الأمة وأن يربط الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل في كل مقصد وفي كل نية وفي كل قول وفي كل فعل وفي كل عمل وأن يجعل الأمة يعالنا وإياه والمستمعين والمشاهدين من أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم نافذة أسبوعية متجددة بصحبة الزميل علي تفضل علي المشاهدون الأكارم أهلا وسهلا بكم في فقرة عالم الأسرة موضوعنا اليوم عن حياة الرسول فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن كحياة أي إنسان آخر فقد كانت له أدوار عديدة على رأسها أنه كان رسول رب العالمين إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور وهذا الدور هو الدور الأكثر تعبا وإرهاقا على الإطلاق أعزائي المشاهدين كان صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى بذل الغالي والنفيس في سبيل إيصال صوته إلى مختلف أصناف الناس ممن كانوا يعيشون في زمانه الميمون إلى جانب ذلك فقد كان رسول الله قائد الدولة العسكري الذي لا يشق له غبار وزوجا وأبا وجدا وخير صاحب لمن وقفوا إلى جانبه ونصروا فكرته المباركة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرطا في حق أي تجهة عليه في ظل مشاغله العظيمة وعلى وجه التحديد في حق أهل بيته وأسرته وهذه قدرة عجيبة كان يمتلكها هذا الإنسان العظيم ولعل بعض الزعمة أو المدرأ اليوم يفريطون في حق أهلهم عليهم في ظل مشاغلهم الكثيرة غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك أعزائي المشاهدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا جدا في بيته وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كان يحب بناته وأبناءهم وزوجاته وعائلته حبا كبيرا جدا فكان دائم التودد إليهم وكان يلاطفهم باستمرار فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بما يلي كان يعامل الأطفال من أهله ومن غير أهله معاملة حسنة فكان يلعبهم ويمازحهم ويخاطبهم بحسب مستواهم العقلي ومما يروى في هذا الباب عزائي المشاهدين أنه قد نزل عن المنبر ليحمل الحسن والحسين عليهما السلام عدا عن العديد من الآثار الأخرى التي تقرر المعنى ذاته كان عادلا مع زوجاته في الأمور المادية التي يمكن له أن يعدل بها وكان يتعامل معهن بأحسن معاملة ويستشيرهن في الأمور صغيرة كانت أو كبيرة كما كان عزائي المشاهدين يوصي عموم الرجال بأن يحسنوا إلى زوجاتهم في المعاملة حيث أكد أن معيار الخلق الحسن هو التعامل الخير مع الزوجة في البيت فكان يقضي حاجته بيته ويساعد في شؤون البيت ويرعى أهله ويقضي حوائجهم لما لذلك من أجر كبير عند الله تعالى فأمر عثمان بن عفان أن يلزم زوجته رقية بنت رسول الله رضي الله عنها وعن عثمان عندما مرضت أثناء معركة بدر وكان صلى الله عليه وسلم قد أعطاه من غنائم المعركة تماما كما أعطى الجندي في الجيش الإسلامي فلم تقتصر رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عزائي المشاهدين لأهل بيته بل شملت كل من كان يخدمه في منزله وخارجه كذلك وهذا من كرم أخلاقه بهذا نكون عزائي وصلنا وإياكم إلى ختام فقرة عالم الأسرة إلى الأسبوع المقبل عودة إلى الزملاء في الأستوديو كل شكر لك علي على هذه المعلومات توصلت دراسة علمية حديث عزائي المشاهدين إلى أن النساء التي اعتدنا الاستيقاظ مبكرا كل يوم أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بأولئك اللواتي ينمنى حتى المساء ووفقا لموقع صحيفة الديليميل البريطانية وجد البحث الذي شمل على أكثر من أربعمائة ألف إمرأة أن خطر الإصابة بسرطان الثدي أقل بنسبة ثماني واربعين بالمئة كما أظهر العلماء أن النساء اللائي كن ينمنى فترة أطول من الساعات الموصيبها والتي تبلغ سبع إلى ثماني ساعات في الليلة الواحدة زادت من فرص تشخيصهن بسرطان الثدي بنسبة عشرين في المئة لكل ساعة إضافية طبعا فسر الباحثون تائجهم قائلين إن أولئك الذين يعملون بشكل أفضل في الصباح قد ناموا بشكل أفضل واستيقظوا مبكرا وأولئك الذين لم يسهرون في المساء ربما يعانون من طراب في النوم مما قد يؤثر على خطر الإصابة بسرطان بهذا القدر عزيزي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع لمعلومات أوفى راسلونا على العناوين الرئيسية التالية وبنفس العناوين راسلونا بكل جديد نلتقيكم الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر